السلام عليكم كيف الحال ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين صلى على الحبيب عليه افضل صلاة والسلام النهاردة هنعمل فطيرة وطحفة للعشا غير طبيعية سهلة وسريعة وبحشوة رحتها رهيبة لسا مطلعينها من الفرن حبينا نحمسكم للوصفة قبل ما نبدأ لو سمحتوا ما تبخلوش علي باللايك والشير والسبسكرايب والكومنت الحلو وتفعيل الجرس لو انت جدايد معينا عشان يوصلكم الجديد ان شاء الله عجينة قطنية على الرغم ان لا فيها زبدة ولا فيها بيض ولا حليب ولا اي حاجة وجبة عشا وتنفع غدا تنفع لكل الاوقات صراحة عارفين الجو حر بقى والناس ما تريد صوص وصلصات وكده نريد حاجات نواشف شوية فاختيار ممتاز للعشا او للغدا ان شاء الله مع شوية صلطة وتبقى وجبة ممتازة شايفين قد ايه الجبنة ملتد والحشوة تحفة واحلى حاجة في الحشوة ان فيها نسبة خضار حلوة عشان الولاد ما بيردوش شكله الخضار وحتى الكبار اللي ما بيردوش شكله الخضار لايك وشير يلا نبدأ الوصفة هنبدأ بالعجينة اقوي اصحابي عشان نسيبها تتخمر شوية حطيت ربع كوب ماي دافي وحطيت معلقة سكر كبيرة ومعلقة خميرة فورية صغيرة وهنزل بمعلقتين زيت كبيرة وهننزل باتنين كوب طحين وهنزل بمعلقتين زبادي كبيرة ممكن تستبدلوا الزبادي بالمية او بالحليب او بالرايب حسب المتوفر عندكم ممكن تضيفوا معلقة حليب بودر ومع كوباية مية وتعجنوا بيها عادي انا اضفت معلقة خل صغيرة الخل بيعمل كمحسن طبيعي للعجينة هنعجن كل المكونات حتى تندمج العجينة وتبقى نعمة جدا العجينة الردها تكون رطبة شوية يعني ما تكونش اسية او جفة يعني تكون فيها تلزيقة بتلزق شوية لان ده اللي هيدينا فطيرة هشة وخفيفة ان شاء الله هتاخد حوالي 7 او 8 دقايق في العجين وعلى ايدك من 10 ل 12 دقايق تقريبا انا بس رشنا رشة دي خفيفة رشة ملح ولا ايه انا بحب حط الملح في الاخر عشان ما يبطقش تفاعل الخميرة اهي شايفين العجينة لازم تكون فيها تلزيقة خفيفة شوية كده هسيبها بقى تتخمر حتى يضعف الحجم وهي بتتخمر نعم للحشوة انا اصحابي نزلت معلقتين كبيرة زيت وهنزل ببصلة كبيرة مفرومة ناعم وطبعا تقدروا تغيروا في الحشوة انا هعملها بصدور الدجاج المفرومة صدرين يعني الفطيرة الوحدة تاخد تقريبا صدر واحد واقل من صدر يعني يعني انا الحشوة دي كفتني لثلاث فطاير وهنا التوابل ملح فلفل بابريكا اه توابل مشكلة بحب حط البهارات الماجي الفورية اللي هي النعمة واضفت صدرين دجاج هنا مفرومين وهنقلب لحد ما الدجاج يبدأ يستوي هنزل فص طوم مهروس وجزر مبشورة وعندي بسلة وكورن سويت اللي هو الدورة الحلوة المجمدة سلقتهم 10 دقائق في مية وسبق وغطيت وخليتهم 5 دقائق عشان الخضار يشرب من طعم الدجاج والتوابل والبسط وكده الحشوة صارت معنا جهزة لازم تكون جافة زي ما انتم شايفين ما فيهاش اي سوائل عشان ما ترطب لكيش عجينة الفطيرة هنا العجينة بعد ما اختمرت وضعفة الحجم شايفين ما شاء الله هشة جدا وهنقسمها بقدر الامكان فطرتين يعني قطعتين متساويتين من العجين والميزة في الفطير دي ان احنا بنشكلها ونحشي وندخل على الفرن مباشرة يعني وانحنا بنبدأ قبل ما نفرد العجين تكون مسخنا الفرن ربع ساعة قبلها لان الفطير دي ما بتتخمرش مرتين مرة واحدة بس للعجينة ونحشي وبعدين تسوي مباشرة هنحاول نفردها بقدر الامكان دايرة حسب حجم الصينية اللي انت هتعمليها فيها تعمليها في الصينية مستطيلة مربعة دايرة يعني حسب ما تحبه يعني هنفردها دايرة بقدر الامكان وانحنا بس عشان اخد حدود الصينية اللي ان هعمل فيها وهفرد برضو الجزء التاني دايرة كبيرة اللي هو هيكون لتغطية وجه الفطيرة هنا اصحابي هحطها على صينية بس عشان افرد التانية على الرخامة مش بالضرورة تبقى دايرة يعني ما هي كده كده هنسكنها هتاخد شكل الصينية اللي هنغبس فيها وطبعا تقدروا متحطوهاش في الصينية وتحطوها على صاج وتعملوا هنا جبت الصينية اللي هشتغل فيها دي الصينية سلكم هفرد فيها العجينة ونسكنها يعني نجلسها في الصينية بحيث تاخد كل الاشكال لو تقطعت منك العجينة زي ما حصل معي كده ما فيش اي مشكلة العجين كله لما بيتخبس كله بيتدارى يعني هنحاول نفردها بشكل ويكون عندها حراف صور يعني او جوانب عشان الحشوة وهنخرمها عشان ما ترتفعش اثناء الخبز هنعمل فتحات كده بالشوكة هنجيب الحشوة بعد ما بردد لازم طبعا الحشوة تكون بردة الحشوة شكلها ورحتها مش اقل الله طحفا احنا اصحاب الحشوة هضيف عليها كمان شوية فلفل الوان بحب حطه ناية مش على النار عشان يحافظ على كل القيمة الغذائية اللي دخله وهنرش رشة جبنة موزاريلا عشان تمسك لي الحشوة مع بعض وهنا الجزء التاني بتاع العجين هنبدأ بقى نمسك العجينتين في بعض ولو عندي زواية باشيلها وهنا بيضة مخفوقة مع نقطتين خل ورشة قهوة سريات الزوابان عشان تدينا اللون دهبي حلو للوجه الفطيرة وهنرش رشة جبنة موزاريلا على الوجه وكمان هنرش رشة حبة البركة او الحبة السودة او بعض البلدان بيسموها الازحة هنا اصحابي الفرن من مسبق التسخين روبع ساعة هنحطها في الرف اللي في الوسط على 180 حتى تشقر الاطراف يبقى هي كده تحمرت من الاسفل هنشغل عليها الشواية ديئتين من فوق بس تتحمر وتاخد لون دهبي حلو وكده اهي جهزة معينا ان احنا نخرجها هخرجها بقى ونرجع نشوفكم في التقديم ان شاء الله هنا اصحابي الفطيرة بعد ما خرجت هشة جدا وخفيفة ورحتها ما شاء الله طحفة خلونا نقطعها مع بعض ونشوف لو سمحتوا ما تبخلوش علينا باللايكات والشير والسبسكرايب والكممنت الحل وان شاء الله المأدير وكل حاجة باسبتها في صندوق الوصف والناس اللي بتسأل على التوابل المشكلة اللي استخدمتها في الحشوة في فيديو موجود في القناة اسمه بوهرات رمضان 2020 دي بوهرات مشكلة اللي انا باستخدمها في كل الاكل لكل الاكلات دجاج اللحم خضار كل حاجة هي نفس نوعية التوابل ومعلقة واحدة منها بتدي ريحة غير طبيعية للاكل ان شاء الله بحط لكم الرابط في صندوق الوصف شايفين الحشوة تحفة والعجينة هشة جدا وخفيفة واقتصادية جدا مخدتش منك اي وقت السدرين دي جايك عملوا لي ثلاث فطاير فيعني ممكن بسدر بقى اقل من سدر دي جايك تعملي فطيرة واحدة للعاشة يعني يارب الفيديو النهاردة اصحابي يكون عجبكم لايكات وشير وسبسكرايب وكممنت حلو واي حد يريد اي وصفة يكتبها لنا في الكممنتات من شاء الله بننفزها في قرب وقت اشوفكم فيديوهات جاية كتير وخلونا نقطع ونشوف انتظرونا في فيديوهات وفطاير وحشوات جديدة اترككم في امان الله السلام عليكم اشتركوا في القناة